بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع هذا الفيديو موضوع مختلف موضوع مميز لان احنا نتكلم عن طريقة زراعة زراعة المائية هنعمل نظام بسيط للزراعة المائية فتعتبر تجربة فريدة ممكن كثير من الاصدقاء يجربوا الطريقة دي ناخد فكرة عن الزراعة المائية نحن ممكن نزرع بزور نباتات كثير طبعا النبات بتاعنا هو نبات الكسورة لكن احنا ممكن نعمم الفكرة على نباتات كثير للزراعة المائية يعني زراعة بدون طربة لو حبدا ندي فكرة عن الزراعة المائية طبعا هو فيه أنظمة كاملة للزراعة المائية الأنظمة دي بتكون عبارة عن مواصير وفيه مضخات ومصدر للطاقة الكهربية عشان المياه تتحرك في المواصير تحت جزور النباتات لكن ما يعيب هذه الأنظمة أن هي غالية السمن ومش متاحة لكثير من الناس لكنها في النهاية أنظمة بسيطة ومريحة في الزراعة المنزلية وبتدي عائد وبتدي إنتاج لكن احنا هنعمل فكرة ممثلة فكرة بسيطة بحيث أن احنا نجرب الزراعة المائية بس بدون التكلفة العالية هنستخدم طبعا حاجات متوفرة في كل منزل في كل مطبخ الأواني بتاعتنا الإناء اللي في الأسفل لإحتواء المياه وإناء في الأعلى يكون فيه سقوب عشان يسهل عملية خروج جزور النبات هنقول النظام بالتفصيل بحيث أي حد يجرب الزراعة المائية تكون دي فرصة مناسبة بالنسبة له أنه يأخذ خبرة في الزراعة المائية هنبدأ مع بعض خطوات الفكرة بتاعتنا بالتفصيل مع ذكر التوقيتات المختلفة لمراحل نمو النبات لكن في البداية أتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك ونشر الفيديوهات وعلى بركة الله نبدأ ده الوعاء اللي هنزرع فيه اللي هيكون حاضنة للبزور طبعا عشان يكون وعاء مناسب لازم يكون زي المصفى كده في فتحات عشان سهل بالنسبة للجزور إنها تخرج من الفتحات طبعا نحن هنزلنا حضن البزور في طبقة من طبعا التربة هنا مش أساس بالنسبة للجزور يعني التربة مش أساس لامتصاص العناصر الغذائية لكن مجرد حاضنة للبزور في عملية الإنبات وبعد كده الجزور هتخرج منها وتتعدى هذه الطبقة وتصل إلى المياه في الأسفل فأحنا بنحتاج طبقة خفيفة من التربة لو ما فيش تربة ما فيش مشكلة ممكن نستخدم الرمال طبقة خفيفة من الرمال يعني بنضع طبقة مقدارها سنتيمتر وبعدين ننصر البزور بتاعتنا دي بزور نبات الكزبرة بنعمل برضو عملية نسر خفيفة للبزور بحيث تكون البزور متبعدة وبنغطي بطبقة أخرى من الطربة أو من الرمال احنا كده زراعة مائية يعني بدون طربة لكن كمية الطربة البسيطة اللي احنا استخدمناها أو الرمال مجرد حاضنة للبزور لعملية الإنبات ما هيش الأساس في الزراعة وبعدين بالرش كمية من المياه رش خفيفة بحيث نرتب الطبقة اللي فيها البزور وبنستخدمها في الأسفل الوعاء ده بنضع فيه المياه اللي المفترض أن جزور النبات بعد كده تصل إلى هذه المياه وتتغذى من هذه المياه مقدار المياه اللي بنضعها في الوعاء اللي في الأسفل بتكون فيه محاذات أسفل الوعاء العلوي يعني لا تلامس الوعاء العلوي يكبه فيه فاصل ما بينهم وبين بعض حوالي نص سمتي عشان البزور ما تكبهش في المياه قبل الإنبات وبالتالي ممكن يعثر على البزور وما تتمش عملية الإنبات لكن احنا في المرحلة الأولانية هنستخدم عملية الرش يعني كل يومين أو ثلاثة نرش كمية بسيطة من المياه لحد ما يحصل الإنبات وطبعا الإنبات وظهور الأوراق بيقابله في الأسفل إن الجزور بتطلع من الأسفل بتخترق الوعاء المخرم أو الوعاء المسقوب وتنزل للأسفل وتصل إلى المياه اللي في الحود اللي في الأسفل طبعا التاريخ مكتوب أمامكم فيه الأعلى وده تاريخ الزراعة واللي منه نعرف التوقيتات مراحل نمو النبات ده النبات بعد أسبوع من زراعة البسور زي ما انتوا شايفين كده النموات ظهرت وفيه أوراق للنبات وفيه بوادر جزور أيضا جزور صغيرة جدا احنا هنا بنزود المياه اللي في الحود اللي في الأسفل بحيث تلامس بالكاد الجزور الصغيرة اللي طلع في الأسفل يعني بنحاول نخلي مستوى المياه ملامس للجزور ما يكونش مرتفع عن كده عشان ما يغرقش كل النبات زي ما انتوا شايفين كده طبقة التربة يعني شبه جفع احنا كنا في المرحلة قبل كده بنرش كل يومين أو ثلاثة كمية من المياه لكن بما ان اصبح فيه جزور في الأسفل فاحنا بنحاول بقدر الإمكان ان طبقة المياه تلامس جزور النبات النبات وهنا النبات بعد ثلاثة أسابيع من زراعة البزور بسم الله ما شاء الله أوراق النبات ممتازة والنموات ممتازة وكمان الجزور في الأسفل امتدت ووصلت إلى المياه زي ما انتوا شايفين الجزور اصبحت طويلة وتصل بسهولة إلى المياه كل اللي احنا بنعمله نحنا بنزود المياه في الحوض اللي في الأسفل بحيث انها تلامس الجزور لكن ما تصلش إلى أسفل الوعاء العلوي يعني بنحاول انها يجب فيه فاصل ما بين سطح المياه وأسفل الوعاء العلوي لكن في كل الأحوال الجزور بتطول وبتمتد وبتصل إلى المياه خلال مراحل نمو النبات المختلفة ممكن ان احنا نضيف في المياه اللي في الأسفل الأسمدة اللي احنا محتاجنا يعني ممكن نضيف الأسمدة العدوية سواء شيء الكمبوست أو أي أسمدة عدوية وممكن نضيف الأسمدة المركبة بندوبها ونضيفها في المياه اللي في الحوض اللي في الأسفل ده كل المطلوب مننا وطبعا النبات بيوضع في مكان تصل إليه أشعة الشمس المباشرة لأن طبعا كمعظم الخضرات الورقية محتاجة ضوء الشمس المباشر عشان ينمو النبات بصورة أفضل لأنه محتاج أشعة الشمس المباشرة وده شكل النبات بعد شهر ونصف تقريبا من زراعة البزور النبات كده أصبح جاهز للخصاد يعني احنا ممكن نحش أو نقص النباتات نقصها من على سطح التربة وهتنمو معنا وزي ما تشايفين الجزور بسم الله ما شاء الله مجموع جزري كبير وممتاز وكمان الجزور سليمة من لونها الأبيض تحس إن هي ما فيش أي تعفونات ما فيش أي مشاكل في الجزور الجزور بتمتد وبتسحب الغزة المطلوب للنبات من المياه اللي في الأسفل وإحنا بطبيعة الحال بنضع المغزيات في المياه بسم الله ما شاء الله يعني تجربة فريدة فعلا ومميزة وزي ما تشايفين جزور النبات ممتازة جدا مجموع جزري كبير ممتد وفي مجموع خضري ممكن نقص عدة مرات ونستفاد منه وأعتقد إن هي طريقة سهلة وبسيطة وأنا أدعوكم للتجربة بحيث نكتسب الخبرة في الزراعة المائية في الختام أرجو أن أكون قد قدمت لكم فكرة بسيطة ومعلومة وأرجو منكم أدعم القناة بالاشتراك ونشر الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته